المستشار النمساوي لا مانع من التعامل مع الدكتاتور الأسد لترحيل المجرمين إلى سوريا وأيضا وزيرة الداخلية يؤكد مع نظيرته الألمانية على الترحيل إلى سوريا وأفغانستان طبعا في عدة من الحوارات هي التي جرت وبدأت من ما بعد خسارة حزب الشعب بالانتخابات لعشرة بالمئة من الأصوات شو قال المستشار النمساوي يجب أن نعمل على سماع المواطن ماذا يريد وماذا يريد المواطن بنظره إيقاف الهجرة محاصرة اللاجئين التواصل مع بشار الأسد كان نيهامر اليوم يريد التواصل مع بشار الأسد لا يوجد مانع من التواصل حتى مع الأنظمة الدكتاتورية إذا كانت ستسهم في حل مشكلة الهجرة المتأزمة في البلاد طبعا قال هذا الشيء بلقاء مع صحيفة هويتة عملت معه لقاء مطول ونحن قمنا على إنفقرات طبعا بنشر هذا المقال الطويل والبالغ الأهمية بصراحة آسف مع كلاينينت سايتون وليس مع هويتة الخبر طبعا بإذا عاش الشهر منشور مدة القراءة في ثلاث دقائق بمكانكم تفهموا كيف الطريقة اللي يفكروا فيها وزير الداخلية بنفس الوقت قال مع نظيرته الألمانية طبعا بعد مشاركة جرهد كاردنار في اجتماع عامل وزراء الداخلية الاتحاد الأوروبي في ليكسنبورغ ناقشوا فيه التحديات المتعلقة بالهجرة واللاجئين وأكد كاردنار التزام من نمسا بتطبيق قواعد الهجرة ميثاق اللجوء والهجرة بشكل فعال مع التركيز على حماية الحدود الخارجية طبعا النقاط اللي شدد عليها اجتمع كاردنار على هامش الاجتماع ووزيرة الداخلية نانسي فيزر حيث اتفقى على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة خاصة فيما يتعلق بعمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا طبعا خبراء الهجرة الأسبوع الماضي إذا اللي تابع قراءتنا الإخبارية الأسبوع الماضي كان فيه خبير قال أنه أن التعامل يوجد مشكلة مجرمين في النمسا على سبيل المثال أو في ألمانيا ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال التعامل مع المجرمين في أفغانستان أو بشار الأسد المجرم في سوريا الذي هو طبعا لكم هاي الصورة شايفينها حطيناه لصورته لبشار الأسد وكارل ني هامر بشان ينبسط كارل ني هامر ونحطه مع صورة مجرم صاروا ينحطوا بصورة واحدة مع الإرهابي مع الإرهابي الأول في العالم صاروا ينزلوا بقالب واحد فبالتالي بيقول لك أنه التعامل مع بشار الأسد أو التعامل مع طالبان هذا غير وارد ولا بأي حال من الأحوال ولا بأي حال من الأحوال ضمن القوانين والمواثيق الأوروبية